السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم دعم القناة تأسهل واسهل على الوصفات حبيب قلبي اصدقاء القناة النهاردة معنا 3 وصفات لفطير التفاح تحلية سهلة وسريعة وجميلة جدا ان شاء الله تعجبكو لا تنسوش تعملوا لايك للفيديو وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكو كل يوم وصفاتنا السهلة والسريعة افكارنا الجديدة كل يوم وصفات سهلة جدا وسريعة تعجبكو جدا ان شاء الله اول وصفة معنا مقدرها بسيطة جدا التفاح بتاعنا هنقشره بالمقشرة وبعد كده هنقطعه غدا جدا جدا بالشكل دا كده زي کنتوا تشاهدين بعد كده امضيف معلقة كبيرة من طحين القرز ومعلقة كبيرة من السكر البودر ومعلقة من المية وهنخلط جدا جدا بالشكل دا كده بعد كده هناخد غدا صغيرة ب 조금 صغيرировق كده. ندورها كده نكورها بالشكل دا كده ونقلبها في البقسمات او فطاة الخبز وافتاصة على نار هادية هنحمرهم على الجنبين بالشكل ده كده وهتكون جاهزة معاكي الوصف اللي بعد كده معنا كوبايتين من الدقيق عليهم معلقة من البيكنج بودر ومعلقة من الفانيليا معنا نص كوباية من السكر هنخلطهم كويس حطينا نص كوباية من السكر ورشة فانيليا ورشة بيكنج بودر على كوبايتين دقيق وبعد كده معنا نص كوباية من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة وبالطين هنضيفهم على خليط الدقيق ونبتدي نعجنهم كويس جدا جدا ودي عجنة الباسكويت هنجم لهم كويس جدا جدا معنا بالشكل ده كده معنا التفاح بتاعنا هنقشره كويس وبعد كده بالمبشرة هنبدأ نبشره بشر نعم بالشكل ده كده في طاصة اللي هنجهز فيها الحشوة حشوة التفاح بتاعنا بعد ما نبشره كله بالشكل ده كده هنبدأ نضيف معلقتين كبار من السكر على نار متوسطة كده مع التقليب المستمر لحد ما يبتدي يدبل معنا طبعا العجنة بتاعتنا هكون جهزة خلاص بالشكل ده كده عجنة الباسكويت خلاص كده جهزت معنا التفاح المبشور بتاعنا هنبتدي لحد نقلب فيه كده بالمعلقة لحد ما يدبل معنا بالشكل ده كده بعد كده هنضيف عليه معلقة من الارفة الارفة البودر وهنقلبه كويس جدا جدا وهندفع عليه النار وبيبقى كده خلاص استوه معنا اه على ورقة زبدة بقى هنبتدي نفرد العجنة على ورقة زبدة من تحت ومن فوق ونفردها بالنشابة كويس جدا سمك واحد بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين ونبتدي بقى بكوباية او قطاعة مدورة بالشكل ده كده او كوباية عندك هتقطعي العجنة على شكل دوير بالشكل ده كده وهتشيل الزايد من العجن عشان هنعمله وصفة تانية بعد كده هنضيف على كل دايرة معلقة من اه التفاح بتاعنا خلطة اه التفاح اللي عملناها مع بعض بعد كده بعد ما نخلص الكمية هنبتدي نقفلها على بعض من الاطراف بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين بعد ما قفلناها على صاج الفرن بقى مفروش وراء زبدة هنبتدي نرصصهم كلهم بالشكل ده كده وعلى درجة حرارة ميتين لمدة نص ساعة هيبقى جهز معاكي معانا بقى العجنة برضو هنفردها على ورق الزبدة وتقدري تحشيها اي حشوة تانية غير التفاح ممكن لو عندك نوتلا بالشكل ده كده هتفردي العجنة على شكل دايرة بالشكل ده كده وبعد كده تقطعيها على شكل مسلسات زي ما انتم شايفين بالزبط وبعد كده من اطراف الدايرة تبتدي تلف بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين بالطريقة دي وبالشكل ده وتخلصي الكمية كلها بالطريقة دي وبرضو على صاغ الفرن مفروش ورق زبدة هترسيهم وتدخليهم الفرن على درجة حرارة ميتين طبعا فرن محمي مسبقا لمدة نص ساعة هتبقى خلاص جهزوا معاكي بالشكل ده كده زي ما انتم شايفينه سهلة جدا وسريعة وبسيطة ولذيذة يحبوا الاطفال جدا بالشكل ده كده وتقدري تزينيها بالسكر البودر عند التقديم زي ما انتم شايفة كده بالشكل ده كده متاخدش اي وقت وصحية ولذيذة وجميلة جدا ان شاء الله جربوها وهتعجبكم متنسيش تفعل الجرس عشان يوصلك كل يوم افكارنا الجديدة واصفاتنا السهلة والسريعة ومعانا الوصفة اللي بعد كده برضو بباقي العجينة بتاعتنا هنفردها في صاج الفرن صاج مربع او مدور زي ما تحب بالشكل ده كده طبعا تحتيها ورقة زبدة وهتفرديها كويس جدا وهتعمليها بالشوكة بالشكل ده كده بعد كده معانا كباية من الزبدة هنضيف عليهم فانيليا وكباية سكر فانيليا وكباية من السكر ومعلقة مورد وهنسيحهم تماما على نار متوسطة بعد كده معانا خليط من جوز الهند والسمسم والمكسرات المفرومة هتعمليك يعني طبق كبير خليط من جوز الهند والسمسم والمكسرات المفرومة وهتخلطيهم وبعد كده هتنزليهم مع الزبدة ديئتين كده على النار وهتسيبيهم يبرادهم بالشكل ده كده بعد كده عجنة البسكويت هتضيف عليها مربة أي نوع مربة موجود عندك هتغطيب المربة وبعد كده هتفريدي الطبقة التانية فوقيها طبقة السمسم وجوز الهند والمكسرات المفرومة بالشكل ده كده وطبعا معهم سكر في المقادير زي ما قلنا بعد ما تفريدي اتلت طبقات على بعض هتدخليها الفرن على درجة حرارة 200 فرن محمي مسبقا برضو زي ما قلنا لمدة مص ساعة وهتطلع معاك بعد ما دخلت الفرن بالشكل ده كده هتسيبيها تبرد تماما وبعد كده هتبتدي تقطعيها بقى قطعة صغيرة زي ما تحبي وبعد ما تقطعيها هترسيها في الطبق وتقدري ان انتي تزينيها بصوص الشوكولاتة قطعة قطعة بصوص الشوكولاتة وهتسيبيها تبرد وبعد كده هتقدميها وصفات وافكار سهلة وجميلة جدا ان شاء الله هتعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل يوم افكار نائل جديدة السهلة والسريعة واشوفكم فيديوهات قادمة ان شاء الله ويا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك اشتركوا في القناة